الحقيقة طبعا مباراة مبارح ما دالت تترك اثار سلبية عميقة من الحزن لدى الجماهير المصرية وخلينا اقول من خلال استقرائي لكثير من الاراء انه الزعل اكتر انه ملعبناش في ظروف طبيعية يعني انا وجهة نظري السنغال فنين افضل مننا دي وجهة نظري لكن اكسبني بحق ربنا زي ما بيقولوا يعني لكن ما ترهبنيش وتكسبني ما حدث بالامس مؤكد ارهاب كروي غير مسبوق والحقيقة في اكتر من ملعب مبارح ده في مباراة غانا وناجيريا اقتحموا الملعب والحكاية وكانت مأساة والراجل بتاع الكاف اللي مسك المركز الطبي جاله ازمة قلبية وتوفى ومأساة معرفش ايه اللي حصل معرفش ايه اللي حصل يعني دايما كان الواحد هنا بيطلع الحياة بيشيد اشادة عظيمة بالجماهير الافريقي ودايما كنت اقول احنا عايزين نتعلم منهم انه هم في منتهى الاحترام في الاستقبال منتهى الاحترام اثناء سيل المباراة امرنا ما سمعنا اطلاقا حصل اي تعدي على اي نادي من عندنا او منتخب بيلعب في افريقيا وما هو اكثر من هذا لما كانت الفرق بتاعتنا بتلعب كويس كانوا بيحيوها على حساب فرقهم اندية ومنتخبات لكن هي ظاهرة جديدة جديدة بالتصدي بالدراسة والتصدي وبعدين بعض الناس من النهاردة بدأوا يتكلموا في ايه يقولك ده ربنا سطر ان احنا ما كسبناش لانه لو كسبنا كان ممكن الجماهير دي كلها تبقى في الملعب وانا انبارح حتى في التعليق وهنجيب دوقتي لقطة كده من ماتش يوريكم المدرجات اللي ورا الجنين المدرجات يا جماعة قدامها سلم اللي عايز ينط تبقى في الملعب في ثانية هينط يعني ما عرفش زي عاملين مدرجات كده يعني وكأننا في 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 اوروبا اللي هم متأكدين ان ما فيش خروج عن المألوف هيحصل يعني المدرجات بعد ما وريكم اللي قدامكم دي اهو يعني في ثانية الجمهور ده يبقى في الملعب في ثانية وكمان الورش الناوي والناحية التانية مدرجات وعملين سلالم تنزل للملعب زي ما حصل في ماتش نيجيريا وغانا بالزبط في جزء من ثانية فالبعض النهاردة تحدث وقالك ده ربنا سطرها معانا ده احنا الحمد لله ان احنا مكسبناش طبعا هو الحمد لله على كل شيء يعني لكن هذا كلام ناس كتير النهاردة قالك بالوضع ده بص بص السلم بص يا جماعة المنظر ده في ثانية يعني يمد رجله الفوق وينزل السلم فالحياء لما قالول الناس الكلام ده النهاردة انا فعلا بدأت افكر اذا كانوا هم كسبوا المباراة وبهدلونا ضربوا اللعيبة وضربوا جماهير مصر العظيمة اللي كانت موجودة هناك واشتيمة وهجبوا الاوتوبيس بتاع الجمهور اللي رايح المطار بعد الماتش يعني ده انت كسبت خلاص يعني ده انت كسبت خلاص فما بالك وده قبل المباراة بص المنظر بص المنظر ده واحد طوبة والازازك كسر وفيه لعيبة يعني اتعورت وبعين ساعة ونص الاتوبيس يتحرك مش ممكن من فندق البتاع لغاية الملعب ساعة ونص الامور دي كلها مترتبة ومبيات قولا وحيدا لان مش معقول كل اللي حصل ده امور غير طبيعية ولو حطيت مقارنة بسيطة جدا 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 بين استقبالنا ليهم واستقبالهم لينا لا ده الناس جم على كفوف الراح ودخلوا مطار القاهرة ما قعدوش عشر دقايق ده احنا هناك ساعة ونص ساعة ونص انهاء اجراءات الفريق وبعدين راحوا الملعب في منتهى الارتياحية في استاد القاهرة هنا وبعدين نزلوا يدوسوا ارض الملعب سقفوا لهم وسقفوا المنيه ومنيه عاد يضحك ويرفع ايده ويشاولهم وكأنه في ملعبه ادي اعتداء على احد الصحفين المصريين اعتداء على احد الصحفين المصريين حقيقة امور لسه هنتكلم عن اللي اظهر بعد شوية طبعا وهقول لكم الصحفة العالمية كتبت ايه واللي انا بقوله كل ده ملوش دعوة بالمستوى الفني لكن انا اخد حقي يا سيد الديني حقي ان انا العب في ظروف طبيعية وكسبني عنديش مشكلة هي كرة قدم هي كرة قدم وهناك مستويات وهناك توفيق وعدم توفيق لكن اخد حق الطبيعي زي ما اديتك حقك الطبيعي في الامان والوصول الى الاوتيل بتاعك والخروج من المطار امنا ودخولك الملعب بتحية الجماهير المصرية العظيمة العظيمة وبالتالي لعبت انت بمنتهى الارتياحية الناحية التانية من اول موصلنا المطار متبهدلين في الطريق للأوتيل متبهدلين وطوب بيتضرب على الازاز بتاع الاوتوبيس دخلنا الملعب متبهدلين والازاز تتضرب على الشناوم ده كان فيه اكتر من 15 عشر عشر ازازة وراء الشناوم كلها مضروبة في اتجاهه ولو مسك راسه ولا ادماغه بقى وعملنا زي الطوبة بتاعتنا هنا وتعادت المباراة في اليوم وخرجنا من كاس العالم فالحقيقة السيناريوهات تصير الشكوك الكثيرة وبعدين الكورة بتاعة عمر جابر اللي الجماعة الالمان كتبوا على الفار شيك فار بوسيبول ريد كارد مع كل اسف الكابتن الغربال لم يلتفت اطلاقا للي جاله في الاربيس لان اللي بيكتب على الشاشة هو اللي بيروح له في الاربيس يعني الجماعة الالمان لما كتبوا ده ونزل على الشاشة لان التحكم من عندهم تحكم على الشاشة من عندهم تحكم الفار بييد الألمان اللي في عربية الفار مش بييد المخرج السنغال فلما نزلوا هالوا على الشاشة مؤكد قالوا له يا كابتن روح تفرج على المونتور الكابتن مراحش تفرج على المونتور وفضلوا معلقينها على الشاشة بأنه شايفينه شايفينه أنه هو الراجل ما عملش أي إجراء ولا أي حاجة إطلاق هذه كلها أمور الحقيقة يعني تسير طبعا هنا جمهور المصر العظيم اللي راح يتكبد المشاقة الكبرى ثمان ساعاته بص بص اللي بيلمي الإزاز وراء ده شايفوا الطوب شايفين يا جماعة شايفين الطوب وبعدين الراجل السنغال اللي سمراني تحته عملش أقولهم يا جماعة لأ لأ وهما ده إرهاب بص الملعب كده من هناك كده بص كم الطوب اللي على الأرض وبص الراجل بتاع السنغال عمل يلم لأن دي كلها فضايح دي كلها فضايح في الملعب وخلي بالك طبعا هنا راحين بيتكلموا مع المرائب وهقولكوا دلات الدور المرائب إيه قدي واقع الجمعة مال يتكلم معاه وده عمال يتكلم يحطوا إيده في جيبه ومش عارف إيه وبعدين راحين يتكلموا مع الجمهور والجمهور لا حياته لما انتوا نادي لا حياته واستمر هذا الأمر طوال المباراة والأزايز نزلت ترفع الشناو وبعدين خلي بالك واللي لعب فيه كورة واللي حتى ملعبش كورة عليه أن يتخيل ويتصور أنه هو هيقدي بأريحية في هذه الأجواء إزاي إذا كنت أنا متأكد أن اللعيبة بتاعت منتخب مصر الرجالة أنا متأكد أنه هم كانوا عارفين أنه هم لو كسبوا 20-30 ألف من تبوس يا جماعة الصور ثبت ثبت يا أحمد لا لا ارجع ارجع شوية ارجع خطوة معلش ارجع وثبت يلا اضبطها ورجعها لي متأكدين أن لو كسبوا المباراة في قرارة نفسهم هيبقى فيه 20 ألف جوه الملعب عبال ما تجبس أقف بقى أقف بقى بص يا جماعة بص وراء بص الجمهور فين والصور فين يعني الزبون يرفع رجله يبقى خلاص في الملعب أنا حتى معرفش إزاي المدرجات تتعامل كده هو إحنا في انجلترا ولا في فرنسا ولا في ده ده الصور ده وبعدين حتى فتحات واسعة ده مش محتاج أنه يرفع رجله ده لو حط رأسه هيعدي ما بين الحادتين دون أنا مش قادر أفهم إزاي ده يحصل إزاي ده يحصل لك أنت تخيل أن أنت لعب كرة قدم بتلعب قبل المباراة وتعرضت لهذه الأجواء الإرهابية يعني أنا عايز أقول حاجة ده أنت لو ما عندكش خبرات بص 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 لو ما عندكش خبرات عظيمة ده إليو سيسي ده إليو سيسي عمالي أول في الجمهور ما هو إليو سيسي قال قبل المتش إيه أنا عايز جمهور متعصم وصلت وصلت يا كابتن وصلت وبعدين نهاردة أنت هتلعب بقى في الأجواء دي يعني أنا شخصيا لو مثلا رايح ألعب في المباراة زي دي ولقيته الطوب نازل يرف علي والأزاز بتترمي علي وكان بصت على الأصوار عشان أحط في مخيلتي ماذا لو حصل حاجة هل الناس دي ممكن تنزل أو لأ أو بسط على الصور ده هقول ده في ثانية هيبقوا عندي أنا ركبي هتخبط في بعضيها قبل ملعب ما هو في النهاية أنا بني آدم بص تفضل 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 اشتركوا في القناة